سياسة تكميم الأفواه أصبح ظاهرة في عراق ما بعد عام 2003 ولا سيما بعد قرب الانتخابات إذ كلما اقترب الموعد زادت الاعتقالات وزاد معها إسكات الصوت الحر المعبر عن مقاطعته لهذه الانتخابات هذا بالضبط ما يحصل اليوم في محافظة الأنبار ظاهرة تكميم الأفواه الاعتقالات أنه اليوم تحشي اعتقلك لازم الصفوياي لا وين الديمقراطية لعد الناس تحشي بالديمقراطية وبالمدنية أين المدنية من اعتقال أشخاص بتهم واهية إذن حقيقة الأمر في الأنبار أن الانتماء لحزب معين يعني النفوذ والسيطرة على المحافظة يستخدم النفوذ السلطة ليمتلكها لأنه هو أحد أفراد حزب المسيطرة على المحافظة وامتلك هذا النفوذ السيطرة على الترويج العملية الانتخابية هذا المواطن الأنباري يكمل كلامه بالحديث عن أحد المترشحين للانتخابات في جزيرة الخالدية توعد بإزالة الأعمدة والمحاولات التي أتى بها لغرض الترويج أن لم يحصل فيها أي صوت في هذه المناطق الأعلام الحر والصحافة التي لا تنتمي للأحزاب لم تسلم هي الأخرى مما يحصل في محافظة الأنبار من قبل الأحزاب المسيطرة على هذه المحافظة نعم صورة كبيرة أن الخوف أصبح يسيطر على الإعلاميين والمواطن بصورة عامة والإعلام بصورة خاصة لأنه يخاف يعبر عن رأيه لأنه بس يعبر عن رأيه باشر رح يلقى مجموعة يمه وماخذيه ويخاف على نفسه وعلى عائلته استخدام ثروات الأنبار في الترويج لحملات الأحزاب المسيطرة على المحافظة فضلا عن تكميم الأفواه والاعتقالات للمواطنين المعبرين عن آرائهم بنقد فشل هذه الأحزاب بدأت اليوم واقعا يعيشه المواطن الأنباري واقع أدى إلى اتخاذ رأي شعبي عام بمقاطعة انتخابات تعتمد على المال السياسي الفاسد وتكرر نفس الوجوه في كل مرة